ستكون كيف نرسم سترينينج اكشن لكون الكون ده جيفن الوايب 4 متر والديامتر بتاع الكتر بتاع الدايرة اللي تحت 8 متر طبعا الكون مش محتاجة اقولك بقى ان تكونه عبارة عن شكل توسع الابعاد ناتج من دوران خط حوالين محور دورانه بيبقى من تحت دايرة ومن فوق مسلس كده ومن تحت بيبقى فيه دايرة شبه الترطور كده بتاع المول هو نفسه هو ده كوم برضه عشان نعمل ديزاين او عشان نرسم سترينينج اكشن حتى لكون انا هعملها مسألة ديزاين عشان لو جالك مسألة ديزاين من ضمن خطوات ديزاين انك ترسم سترينينج اكشن فرق بس من كلمة درو وكلمة سكتش لو جالك في الامتحان كلمة درو ده معانا ان هو عايز يرسم سترينينج اكشن بارقام الحسابات لو جالك كلمة سكتش يبقى عايز يرسم بدون حسابات زي ما هنعمل في اخر السكتشن خالص خطوات الحل بتاعت الكون شبهة دوم. اول خطوة الكونكريت دايمينشن واللي قوت زي الدوم بالزبط. الخطوة الثانية الأحمال برضو شبهة دوم الجي والبي الجي اللي دايما سابتة بتلاتة والبي اللي دايما سابتة بواحد. الخطوة الثالثة سترينينج اكشن. كنا السيكشن اللي فات في اوله خالص في المراجعة قدتلك الكون جبتلك استنتجتلك قوانين لي. لو عندي كونش زي دا كده. وعادة ارسم عليه سترينينج اكشن. فباخد برضو فيه سيكشنين سيكشن فوق. اسمه كراون. وسيكشن تحت اسمه فوتن. طبعا دي ابعاد الدوم ار وواي. والزاوية دي فاي. واتفقنا ان الفاي دي هي هي الفاي دا هي. ولو خدت بالك غالبا في الكون. الفاي بتسوي خمسة واربعين درجة من المثلث ده. غالبا حسب بالابعاد يعني. سويا غالبا بيجيب لك الكون. الزاوية بتاع ده خمسة واربعين درجة. المسافة ده ايه? باربع متر. والراس ده باربع متر برضو. فتبقى الزاوية دي بخمسة واربعين درجة. فالفاي زاوية سابتة للكون كله. اي قطاع في الكون الفاي في سابتة. في خلاف الدوم طبعا. يعني الدوم كنا كله ما ناخد قطاع بنروح نحسب له فاي. اللي هي زاوية الميل ما بين المحور بتاع الدوم. والخط الواصل من المحور ده للسنتر او اسف للسكشن اللي انت عايز تدرسه. ففي الدوم الزاوية بتختلف. انما في الكون زاوية الفاي سابتة. وقلنا الكلام ده المرة اللي فاتة. طيب. الفاي دايما بكام. تان مينس وان. واي على نص الكتر اللي هو اسمه ار. دايما سابتة. تطلع معك بقى بخمسة واربعين. تطلع معك زي ما تطلع. غالبا بتجي في الامتحان خمسة واربعين درجة. طب عايزين ندرس الكراون. كنت مليتك في الدوم العادي. دوم العادي بشيابة سفير. قلت لك عند الكراون. كيمة الان فاي بتساوي الان سيتا بتساوي سالب بي ار في اي على ال 2. او بي ار في اي على ال 2. فتكون الكراون برضو بتساوي ان سيتا بس بي ساوي سفر. يبقى فتكون عند الكراون ان فاي وان سيتا بصفر. عند أي سيكشن تاني غير الكراون أي سيكشن وليكن سيكشن الفوتنج ده أو أي سيكشن تاني بستخدم قانونين لإيجاة NFI وNC بحيث أن NFI نفس قانونة الدوم بالزبط والNC مختلفة شوية عن الدوم كانت NC بتساوي بR في R2 وR2 دي خدناها السيكشن اللي فات R small على sign fault الفيدي اللي هي سابتة لكل لإيه الكون والR هو المسافة الأفقية من السيكشن اللي انت عايز تدرسه لحد محور الكون يعني لو السيكشن بتاعك عند الفوتنج ده لو السيكشن عند الفوتنج هنا فانا هرسم محور الكون والمسافة الأفقية من السيكشن ده لحد المحور دي بسميها الR لو خدت سيكشن فو شوية الR هتقل لي شوية فمنها كده عربت ازاي هحسب الN phi والN سيتا عند اي سيكشن في الكراون بصفر عند اي سيكشن تاني غير الكراون بالقانونين دول هبقى محتاجة جاهز W phi هبقى محتاجة جاهز الBR محتاجة جاهز الR small إنما الفاي اللي هي الزاوية سابتة لكل الكون فزي ما كنا في الدوم بنبدأ الحل إننا نجيب اللي هو نص كتر الدوم السابت لكل قطاعات الدوم فبتكون ببدأ حل إن نجيب الفايل محتاج حل الكون إنك تجيب الفايل اللي هي ثابتة لكل الكون بشمهندس فضل الفايل دي غير الفايل التانية الفايل التانية كانت ما بين الـ center line الدوران وما بين الـ center line الوصل عند اي نقطة صح دي بقى دي في الفايل مختلفة مش مش نفس التعريف لا الفايل دي زاوية ميل الكون هم تمام دي زاوية ميل الخط بتاع الكون ده تمام تمام بشمهندس طيب تعال بقى بشمهندس بعد ما هنعمل الكلام ده الخطوة رقم 4 design الخطوة الخامسة والأخيرة reinforcement details وإحنا عايزين نعمل خمس خطوات دول في المسألة التعلي تعال أول خطوة concrete dimension و lay out زي اللي فات بالظبط نفس قانية الدوم بالظبط هتعوض فيها TS-100 TS-240 vertical beam horizontal beam نفس الأبعاد X نفس القانون كل حاجة نفس القانون اللي فات ففوت اي اختلاف جير في الفاي بس وقانون هاو ومش هحتاجها في concrete diamond القطوة التانية اللوز حساب الأحمال نفس الدوم بالظبط برضو جيب تساوي كريفة TS-1 floor cover هتعوض يطلع معاك بتلاتة والبيب واحد سابتا إلا لو داك floor cover given أو داك live load given لو ما داكش اي حاجة given فانا بافرت نفس الفروض دي floor cover بنص و live load بواحد الخطوة التالتة straining action في خطوة straining action بحث بتكون لأن الفاي سابتا وبتساوي 10-1 وي على R عندي في المسألة ال-Y باربعة وال-R باربعة لأن الديامتر كله بالتمانين فهتعوض تطلع معاك في المسألة بتاعتنا 45 درج جبت الفاي أنا خلصت ال-straining action هتكره ليه بقى تعالى عند crown اللي هو السيكشن رقم واحد ده ذا crown فإن فاي بتساوي إن سيتا بتساوي صفر عند الفوتينج اللي هو السيكشن رقم اثنين طالما أي سيكشن غير crown فزي الدوم بجهز ثلاث حاجات كنت في الدوم بمشي ثلاث خطوات أول خطوة فاي و R ثاني خطوة بي آر و دابيو فاي ثالث خطوة N-Fاي و N-Sita فتكون كل اللي هيفرق إن أول خطوة بحثت فيها ال-R فقط مفيش فيها فاي لأن الفاي سابتا فهنا بحسب R2 بس عند السيكشن رقم اثنين ده R2 بكام R2 هي المسافة الأفقية من عند السيكشن لحد المحور فهي هنا بكام لو دي تمانية متر تبقى المسافة الأفقية دي نصها أربعة متر لأن ده سنترلاين بينصف المسافة دي رقم اثنين رقم اثنين بتساوي أربعة متر الخطوة الثانية أجاهز لنفسي ال-W-Fi وال-BR وبسميهم اثنين لأن في السيكشن رقم اثنين طب ال-W-Fi بكام وال-BR بكام أنا بحول ال-Deadload وال-Liveload ل-W-Fi و-BR فأنا مهتم بقوانين ال-Deadload وال-Liveload فال-W-Fi بتساوي G في السيرفيس أريا زائد بي في هورزونتا الأريا قبل ما أسيب ده حط الإشار السيكشن رقم اثنين حط إيج عنده وأي أحمال فوق بتأثر من فوق لتحت فلو حطيت إيدك عند السيكشن ده هتبقى محصلة الأحمال اللي جاية من فوق لتحت ده بتضغط على إيدك هن هيبقى الإشارة بتاعتها سالبة ال-W-Fi طالما محصلت الأحمال بتضغط على إيدك يبقى أضرب ده بسالب واحد إوعى تنسى الإشارة أكتب القانون أحدد الإشارة بعدها الجيب ثلاثة السيرفيس إريا ده كون فالكون أنا كنت مليتك القانون بتاعه كان السيرفيس إريا بتساوي باي فأر في اس ال-R عندك اللي هي نص قطرة تكون من تحت اللي هي عندنا بأربعة متر الباي رقم طب ال-S هو الطول المايل عايز تجيب الطول المايل ده بكام؟ من المثلث ده من المثلث ده كده دي أربعة متر ودي زيها أربعة متر فيسى غرس يجيب لك الطول ده جزر تربيعي اللي ده تربيع زي ده تربيع يطلع لك بأربعة جزر اثنين فال-S على المسألة جيبتها على المسألة أربعة جزر اثنين مش محتاجة أن نحسيبها يعني طول ماي هتعوض هنا هيطلع بعكس سيرفيس إريا بالرقم ده الهروزونتا الإريا مساحة الدايرة اللي تحت فهي باي فأر تربيع وعلى فكرة القانون ده هي كنت ملخصانك قبل كده بتاعت تكون الأربة أربعة يبقى باي فأربعة تربيع يطلع معانا بخمسين ستة وعشرين من مية أعوض بالقيم ده فوق الجيب تلاتة والسيرفيس إريا باعة سعين واحد البيب واحد والهروزونتا الإريا بخمسين ستة وعشرين من مية ومنساش السالب واحد يطلع معايا الكلام ده بسالب متين تلاتة وستين ستة وخمسين من مية كيلونيوت جاهز كمان البي آر قانون البي آر اللي بيحول لك الدابيو فاي أو أسف اللي بيحول لك الديد لود واللايف لود البي آر إنك تدرب الديد لود في كوزاين فاي واللايف لود في كوزاين تربيع فاي فالقانون هاو إشارته أشوف تركيز الأحمال هل داخل للمركز ولا طالع من المركز هو فين مركز تكون ده مركز تكون ده عشان نترسم كده مركزه هنا تحت يعني موجود تحت فالأحمال بتأثر من فوق لتحت التركيز بتاعها فتركيز الأحمال السهم بتاعها داخل للمركز وطالع ما داخل للمركز قلت لك يبقى صارت البي آر سالبة يبقى بسالب واحد لو تكون كان مقلوب كنت هتلاقي إن الحمل بيتعكس أو البي آر إشارته موجبة يعني لو تكون بتاعها بالمنظر ده مقلوب كده فالحمل الدد واللايف هيبقوا عليه برضه فبيأثروا من فوق لتحت موجود يكون مثلاً تكون فيه مير مركز تكون ده فوق فهتلاقي إن تركيز الأحمال طالع من المركز مش داخل على المركز فأنا عندي هنا بسالب واحد هتعوض كل حاجة عندك الفايل المجهزة النفسي وكل حاجة عندك البي بواحد والجي بثلاثة أعوض كده هيطلع معاك الكلام ده بسالب اتنين اتنو ستين من مية كيلو نيوتن على المتر المربع آخر خطوة حساب الان فاي والان سيتا من القوانين دي مش اختراع بقى أنا كده هجهز النفسي كل حاجة بالنسبة للان فاي تابيو فاي اتنين على اتنين باي ار اتنين ساين فاي هتعوض يطلع بسالب اربعتاشر اتنو وتمانين من مية كل حاجة عندك تابيو فاي عندك في ايه الار اتنين مجهزة هنا ايه الفاي بخمسة واربعين درجة والبي ده رقم طب الان سيتا قالك الان سيتا بتساوي بي ار اتنين في ار اتنين على ساين فاي خدت بالك فاي ما بسميهش رقم لان الفاي سابت الجميع القطعات بي ار اتنين بكام بسالب اتنين اتنين وستين من مية ار اتنين باربع صين خمسة واربعين يطلع لك بسالب اربعتاشر اتنين وتمانين من مية بالصدفة طلعوا متساويه مش شرط انهم يكونوا متساويه جبت ان فاي و ان سيتا واشاراته مية سالبة اعمل ايه في الامتحان ارسم تكون وامجي رسم رسم الان فاي والان سيتا ان فاي و ان سيتا فوق بصفر وتحت الاتنين بسالب اربعتاشر اتنين وتمانين من مية او ملحوظة بق احنا ما كنا بنوصل المنحنة في الكون في الدوم اسف كنا بنوصل الرسمة دي بمنحنة في الكون بنوصل الخط ده خط مش منحنة فملحوظة يا باشمهندس في حالة تكون بنرسم الاشكال خطوط مش من حنيات فده يترسم خط كده وده يترسم خط كده والاتنين بالسالب كده حسابة ان فاي و ان سيتا عايز تعمل ديزاين اعمل ديزاين اللي دي او اللي دي بس لاحظ ان ان فاي القوة ده هي معها كمان مومنت المومنت اللي كنا بنحسبه قبل كده فانت هتروح دي حسب المومنت وتصامم بانتراكشن دياجرام الالفا بواحد ما تدخلش الانتراكشن دياجرام قوله انا هاخش الانتراكشن دياجرام الفا بواحد يبقى يوز ستة فاي عشرة القوة التانية دي هتتصامم زي العمود هتطلع منها وانبرد ستة فاي عشرة عايز اجيب استرينينج اكشن على الكاميرا الافقية والرأسية فهروح ااخد الان فاي ده هي وحللها كوزين هيديك ان فاي كوزين على الافقي كان الفاية باربعة عشر ثمانية عشرين من مية لتح ااخللها على الافقي زي اللي فات اربعة عشر ثمانية عشرين من مية كوزين فاي او اتنو ثمانowmentين من مية كوزين في وعلى راسي فيبقى عندك بيرتي low horizontal الهوروجونتل ده هيروحول الكاميرا الهوروجونتل والكاميرا الهوريزوندال دي هتكون دائرية والحملة H ده هيأثر فيها من جوة البرة فهيبتحها البرة كده فساعدتك يبقى السترينينج اكشن اللي على الكاميرا ده هي تنشى قيمته ال H في ال R مافيش اي جديد نفس اللي فات على الVertical Beam هيبقى شايلة وزنها ووزن الكاميرا الافقية والرأكشن اللي اسمه فيه ده وبعد كده تحول ال WDLB حمل مركز وتخدش صفحة 69 في المانوال بعد العمدان وتروح تجيب السترينينج اكشن من الجدل مافيش اي اختلاف عن الدوم نفس الدوم بالظبط الحالة الوحيدة اللي عند الركايز دي بستخدم كامرة رأسية بس هي الهافز فير دوم الهافز فير دوم دي الحالة الوحيدة اللي الركايز دي هتبقى كامرة رأسية بس انما لو انت عندك كون او دوم عادي مش هابس فير بستخدم كامرة رأسية وقفوك طب عايزين نرسم reinforcement details للكون حد عنده اي سؤال في كون حد عن سؤال في ده عايزين نرسم reinforcement details بتاعة كون عاسم الصبحة نصين هنا elevation وهنا plan بالنسبة لل elevation كون عادي خالص بس خلي بقى تكون في الاخر بعمله حتة افقية كده للتنفيذ بس والحتة دي بيكون في حدود 20 سنتر وممكن تعملها من فوق كمان بحطة افقية كده 20 سنطين للتنفيذ بس ما بتفعرش معاك في اي حاجة في ال design ولا في بعد كده عايز اسلح الكون بص يام تسلح الكون زي الدوم برضو باعمل سيخ صفلي واصل من الكاميرا لحد فوق انا كان نفسي سيخ الصفلي ده يفضل صفلي يعني يفضل عامل كده ويجي هنا كده يكسر كده ويعمل كده طبعا ماينفعش عامل كده ليه لان هنا هيحصل كسر في الكبر زي السلم كده فبعمل ايه هنا في الحتة دي بعمل مقص فخلي السيخ الصفلي ده يستمر لحد الاخر عادي والحتة دي لان ماينفعش امسك السيخ الصفلي ده واتنيه كده هيكسر الكبر هند فدي ما قص هسلح الكاميرا الافقية والرقاصية زي ما انت متعود وبفرد الكنات فيه هنا عزم سالب فبحتاج اعمل حديد علوي بيخش جواه الكاميرا الافقية وفرده واجتب عليه 6 فاي عشرة او حديد ناتج من الان فاي والمومنت وبعد كده تحط الحديد بتاع الرينجس اللي هي المنقص حديد منقص كده وبيستمر هنا كمان الحديد او فان دي هم مفروضة على بعضها انا فصلتهم كده عشان المقص وحديد منقص بتاع الحديد السالب اللي فوق والحديد منقص اللي تحت ده بتاع الان سيتا اللي هو 6 فاي عشرة يعني التسليح بتاعك زي الدوم بالظبط مفروض اي فكرة ده حتى في البلان شبه الدوم وقص في البلان هشوف النقطتين بتوع الكاميرا رأسية خطية ومتشهين على عمده وهشوف الخط بتاع الكاميرا الافقية دايرة واشوف النقط بتاعة المسافة اكس جوه هن واسم الرسمة نصفية النص اللي على الشمال بوتوم النص اللي على يمين طوب ارسم الشبكة اللي عرضها على بعضها دي على عشر عرضها كلها دي على عشر انا رسم نصها دي على خمسة لاني رسم نص بس بعد كده التسليح السفلي واصل من الكاميرا رايح لحد القمة فوق فجاي من الكاميرا للقمة فوقه منقط ليه لانه داخل جوه الكاميرا وبيتصل بالشبكة طب المسافات هنا وسعت بعمل اسياق بنص الطول واشاور عليهم واكتب عليهم ستة فاي عشرة او الاريا اس بتوع الان فاي ايها وارسم الرنجات واكتب عليها الاريا اس بتاعة الان سيت او ستة فاي عشرة الحي العلو واصل من الكاميرا الافقية رايح للمسافة اكس يعني الكاميرا الافقية للمسافة اكس واشاور عليه واكتب اريا اس بتاع الان دو مومنت وبتاع الان فايبر وبعدين الرنجات اللي هي المنقط ده هيبان هنا رنجز كده وتكتب عليه اريا اس بتاع الديستريبيوتر بتاع المومنت او ستة فاي عشرة ويبقى هنا تفاصيل التسريح بتاع الكون مفهوش اي فكر عن الدوم هو هو شونتس كان عمد سؤال الحديد بنفسي جده علشان بس هعلق في الحديد اللي علمي صح اوه لطلح مرد اوه ما علوش اي فايلة تاني لا لا دستريبيوتر طب شونتس لو واحد ضغبط في الدزاين شوية اه وترناه جاي بس من الرسمة دي في الاخر على طول بس دربة النهائية تعد صح هتلقبط ايه في الدزاين اصلا وفين الدزاين مثلا في الكامر اللي هي الكامر اللي هو سنتل دية الحاجات دي هتلقبط ايه فيها يا عمي يا لقامين غلاب بتاع لا مفيش ما تيلاش وفيش ارقام طب طب فالكون هو زي الدوم بالظبط او فيوش اي فكرة نفس الدوم في كل حاجة حتى في تفاصيل التسريح كل خلاف الشكل بس الشكل بتاع انما البلام بتاعه زي الدوم بالظبط بتاعنا بقى ناخد شوية افكار sketchات لن في ون سيتا تعاكد كده بيجي لك في الامتحان يقول لك sketch the internal forces for the given ويديك كزا مسألة بتاعنا ناخد اول مثال دوم بيقول لي عليه dead loot وlife loot ومش مديني قيمتهم لانه بيقول لي sketch sketch فكلمة sketch يعني نرسم بدون حسابات ال r هنا بتلاتة وال y بتلاتة ده معنى ايه معنى ايه ان ال r بيتساوي ال y ان الدوم ده مش دوم عادل ده hub sphere فانت في ال hub sphere معارف الرسمة وعارف القيم كمان كقوانين يعني كنا بنقول لك في ال hub sphere ال n phi وال n theta على حسب ال section اللي انت بتغذي بما ان ال r بتساوي ال y بقى ده hub sphere لو عند الفوتنج كنت بقول لك ان ال n phi وال n theta متساويين بس بإشارات مختلفة بحيث ان ال n phi بالسالب و n theta بالموجب وقيمتهم g في a زائب b في a على الاثنين او بص عند الفوتنج n phi بتساوي سالب g في a زائب b في a على الاثنين n theta بقى ده بالزبط بس بالموجب فيبقى عند الفوتنج قانوني محفوظ عند الكراون برضو القيم متساوية بنفس الاشارة اشارة سالبة n phi و n theta متساويين باشارة سالبة قيمتهم g في a على الاثنين زائب b في a على الاثنين بس بالسالب او انا ما يهمنيش القوانين قوي انا اللي يهمني انك تبقى راسم صح فبص كده ال n phi عند الكراون بالسالب وال n theta عند الكراون برضو بالسالب فانفروض انا سالب و انا سالب ال n phi عند الفوتنج بالسالب n theta عند الفوتنج بالموجب فيبقى ال n phi دايما سالب بس فوق سالب اقل من اللي تحت جات من اين ان عند الكراون القيمة g في a على الاثنين انما عند الفوتنج g في a فعند الكراون القيمة اقل فترسم دا كده بالسالب والرسمة دي بقى محفوظة خلاص لو الدوم بتاعك هاب سفير فتبقى رسمته جد طب ال n theta قيمة سالبة فوق وقيمة موجبة تحت ومنحن موجب سالب فبقى دي رسمة ال n phi وال n theta للهاب سفير في حالة ان انت على الهاب سفير دا بديت لود و live بتيجي في الامتحان او بتيجي في الامتحان وبتيجي في صورة مسألة زي اللي خدناها في اخر السكشن اللي فات مسألة كاملة تزين كاملة بص بقى اللي جاي اللي جاي دا استنتاج من دا المثال التاني لو انا عندي دوم هاب سفير برضو بس عليدي دلوب بس فتوقع الشكل اللي عامل ازاي تع n phi و n theta اكتب لك كده القيام فوق هنا g في a على الاثنين زائد b في a على الاثنين وهنا شبه هنا الكويمة تحت g في a زائد b في a على الاثنين وهنا شبه بس بالممكن لو انا عايز بقى ارسم n phi و n theta الهاب سفير برضو بس live loop بصفر ال b بصفر يعني هتلاقي ان عند الكراون القيمة ضغط قيمتها g p على الاثنين بس لان b 0 فهنا g p على الاثنين و g p على الاثنين نفس القيمة مستنتجة من القواني شلت ال b 0 بس طب وتحت القيمة هنا سالبة قيمتها هجيب ايه وهنا موجبة قيمتها هجيب ايه وتوصل بمنحنايات موجب و سال طب بص بقى المسال الجاي لو عندي هاب سفير برضو بس عليه live loop بس شيل ال g يبقى ال n f شيل من القانون ده ال g فيبقى بيف ايه على الاثنين ده سالب وده سالب او تحت شيل ال g فيبقى بيف ايه على الاثنين سالب تحت فيديك ده مستطيل شيل ال g من هنا بيف ايه على الاثنين وهي بالسالب يعني زي ال n phi دايما بالسالب بص كده n phi هنا بالسالب سالب سغير وبيزيد هنا سالب سغير وبيزيد هنا سالب سابت بس سالب انما ال n سيتا كان بتبقى بدقة بسالب وبتقلب موجب في كل الحالات تقريبا كده بركز معايا بقى قالك في ال هاب سفير دايما اللي ال pi في 90 درجة ال n c ده هتقلب موجب معا ايا كان التحميل بتاعك ايه هل هو dead or live dead فقط live فقط كده كده هتقلب موجب مشكلتي بقى ان لو ده center ركز معايا لو ده center بتاع دوم ودي النقطة اللي بسفر ايه يعني النقطة اللي ما يشلى موجب ولا سالف في n theta بسفر وخدت من قدام خط وروحت بيلي دوم وده center بتاع دوم عايز اعرف عند اي زاوية ما في عند اي زاوية لو الدوم او ولو الاستيكشن بتاعك خط الزاوية دي اطلع قدامه اجيب لك n theta 0 طب هال الزاوية دي اللي لو طلعت قدامها ادتك n theta 0 دي ثابتة لو الحمل بتاعك dead live live ولو الحمل بتاعك dead بس ولو الحمل بتاعك live بس قالك لا فانا دلوقتي هقولك قيم الزاوية اللي اسمها five اللي لو الدوم كان واخد الزاوية دي هيبقى n c بتاعك عند القطاع ده بس فر وهديك قيمة الفايدة هي في كل حلم الحالات دي في جدول كده يعني لو عندك dead live امتى n theta تقلب اما الزاوية تبقى كام لو عندك dead بس لو عندك live بس فانا عايز اعرف لك الفايد اللي بيبقى عندها بالزبط n theta 0 اللي لو phi بتاعتي بتاعتي الدوم اكبر منها n theta تقلب لو اقل منها n theta تفضل سالبة فانا هقول لك الزاوية الفاصلة الزاوية critical اللي لو theta بتاعتك او لو phi بتاعتك اكبر منها n theta تقلب موجب لو الدوم اقل منها يبقى n theta ما تقلب سا طب تعال شو بالزاوية دي الزاوية اللي بتقلب عندها n theta theta شد زي ما اتفقنا انا عايز اجيب لك الزاوية دي ليه الفاي دي وانا هتبر ان الفاي دي هي زاوية الدوم كامل يعني زاوية عند الفوتنج وبقى تفهم ليه دلوقتي نقول لك ان الفاي دي لو الحالة بتاعتك dead و live فلو زاوية الدوم اكبر من او بيساوي 84 درجة 48 درجة آسف ساعتها ال n سي تقلب لو هي اكبر من 48 درجة لو الزاوية دي اكبر من 48 درجة ال n سي دي تقلب موجب لو اقل فال n سي تفضل سالف لو بتساوي فال n سي تبقى بصف عند ال section ده اللي عنده الزاوية بتاعتها 40 درجة لو عند الحالة dead فقط زاوية زاوية بتاعتك اللي بتقلب عندها n سي تا اكبر من او بيساوي 51 48 من 100 درجة لو عندك لايف فقط فالزاوية بتاعتك 45 درجة طب الكلام ده بستخدمه في ايه يعني انا ليه قلت لك الزاوية اللي لو تدوم زاوية تكبر منها اني تدى تقلب موك باستخدمها في الزاوية دي باستخدمها في مسائل السكتر طب تعال تعال تعلمك ازاي استخدمها في مسائل السكتر حد عنده اي سؤال لحد الوقت دي لاح حيات المنتو نادي الناس طيب تمام هندس ماينك معاك هندس ماينك طب عايزين نستخدم الزاوية في مسائل السكتش بتاعي بص مسألة الجاية انا قطرت القوانين هنا ونخش عن مسألة الجاية عندي دوم والراجل بيديك الرسمة دي مرسومة كده بالظبط بيقول لك الزاوية ما بين المحور ده والخط ده تسعين درجة زاوية قايمة يبقى ده اسمه ايه ايه شباب جاو يبقى دوم اسمه ايه ايه يا شباب الناس سمعين طيب ولا ايه سمعين عارفين ولا مش عارفين دوم زاوية دسعين درجة يبقى يا جماعة ربعة كورا ربعة 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 يبقى هابس في نص داير زاوية كلها ايه ايه انا انا عارف والله انا مثل احد يقول هابس ايه من محور الدوران درجة اللي خلالك هابس فير الزاوية دي من محور الدوران اللي هنا فليجي ده مش هابس فير ده دوم عاد والزاوية دي بخمسة واربعين درجة لان لو كلها تسعين فيبقى الزاوية اللي واحدة في يوم خمسة واربعين درجة عايز يلا ارسم الان فاي والان سيت مبدئيا الزاوية دي زي ما اتفقنا خمسة واربعين درجة قبل ما احسب الزاوية دايما ان فاي سالب من فوق والسالب بيزيد من تحت وترسم منحية وشوخ دايما اه دايما ان سيت من فوق سالب دايما ركز هعمل ايه من تحت يا موجبة يا سالب على حسب الزاوية بتاعتك ومقارنتها بالزاوية حسب الحالة اللي عندك انا عندي ايه بست كده انا عندي لايف لو اه اه فانا هكارن الزاوية الواحدة فيهم بالخمسة واربعين درجة قدامك ثلاث حالات يا الزاوية الجبن دي تكون بتساوي 45 بالضبط ده معنا ان ان سيت هي بصفر لايف موجب ولا سالب لو الزاوية ده اكبر من 45 يعني الان سيت هتقلب موجب طب القيمة كان معرفش بس هتقلب موجب لو الزاوية دي اقل من 45 في يبقى الان سيت هتبقى سالب طب سالب قد ايه ما عرفش بس هقل من اللي فوق طب الزاوية دي عندي بكام يبقى انا مش هحتاج الزاوية ده عملت عملت كده سكس يبقى دايما الان فاي سالب من فوق وسالب من تحت كبير ومنح المشكلة كلها في الان سيت من ناحية تحت بس فاشوف انا اقاني حال دد بس لايف بس ولا دد ولا واشوف الزاوية الوحدة اللي هو مدهاني من محور الدوران للخط وقارن الزاوية ده بالقيم اللي هنا حسب الحال اللي عند لو تلاع ان الرقم ده بيساوي القيمة اللي هنا يبقى الان سيدا بصفر لو تلاع ان الرقم ده اكبر من القيمة اللي أنا مقارن بيها يبقى ان سيدا هتقلب موجب اعمل هتقلب موجب بس بدون ما تكتب بكام لو تلاع ان الزاوية اللي عندي اقل من القيم اللي هنا يبقى ان سيدا هتفضل سالب بكام ما اعرف بس هيقل من اللي فوق طب تعالي انا اخد مثال تاني راشماندس فضل ومشي احنا في مثال تلاتة كان اللي فوق بس كانت اللي فوق بس هابس فير هي هتفرق بقى يعني هتفرق في الموضوع هتفرق في هابس فير مختلفة دي مش هابس فير دي دوم عادي فالدوم العادي برسمه زبا بعمل كده وقارن الزاوية دي بالزوادي انما الهابس فير محفوظ دايما من القوانين اللي هتفرق محفوظ المثال الخامس مفروض انت فهمت اللي عادي دوم ميدي الزاوية دي بالكامل ستين درج انا يا ابني هتفرق هرسم ن فاي ون سيتا ن فاي بنفس الشكل اللي فوق الكام دي بكام ما لك دعوة مش هادين نحسبها وعايز كدر ن سيتا من فوق بالسالب دايما من تحت موجب ولا سالب ايه وعتن انخدع تقديم ستين لا انا عايز زاوية واحدة فيهم بس بكام دي تلاتين درج اقارنها بمين اقارنها بالحالة بتاعة اللايف لود يعني اقارنها بالخمسة واربعين درج فالتلاتين اقل من خمسة واربعين طالما الزاوية اللي عندك اقل من خمسة واربعين درج فهيفضل زي ما هو سالب بس كما اقل من اللي فوق وارسم منحنة واردي له صارة سالبة وشكرا صعبة دي جماعة طب بص المثال اللي بعض صار رقم ست عندي دوم عليه لايف لود والزاوية دي كلها بمئة وعشرين هيدي جي الزاوية عايزين نرسم نفاي ون سيتال نفاي محفوظ نسيتا من فوق بالسالب من تحت موجب ولا سالب احسب زاوية واحدة بستين درجة اكبر من خمسة واربعين فمعنا ان الزاوية تحت او القيمة اللي تحت هتقلب موجب بكم اعرف وصل منحنة موجب سالب يعني الزاوية اللي هنا اكبر من خمسة واربعين اشمال اخير انت بخمسة اربعين لان الحالة بتاعت المثال اللي بعد عندي دوم اهو عليه ديد لود المراد والزاوية دي مية وعشرين درجة عايزين نرسم نفاي ون سيتا لن فاي زي اللي فات بمستقلب وبتزيد طب عايز ارسم الان سيت من فوق سالب ومن تحت موجب او سالب على حسب الزاوية ده اقارنها بالزاوية بتاعت الحالة بتاعت طب المراد الزاوية دي بكام بستين درجة برضو نص المية وعشرين اقارنها بمين دي بقى انا عنددله بس فاتددله بس فقارن واحد واحد وخمسين تمانية واربعين درجة فالستين ده اكبر من دي يعني الزاوية اللي عندي اكبر من الزاوية اللي بتقلب عندها الان سيتا وبالتالي الان سيتا هتقلب موجب وهوصل منحنى موجب تحت وسالب فوق طعب ده جماعة حد ما يعرف شيرسل من الاسكيتشات دي اه في اسئلة نظري في الهند ده مش هندس ولا عفيد لا 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 مفيس اي اسئلة نظري ممكن لو اسألك نظري ممكن حافظة حافظة عشان تعرف ترسب اصل الاسكيتش كمان صعب ده رجلة كله تحت الساحت رغب شوانس نظري تعال ناخد الثاني اللي هو السلينديركل انت بقى تضم تكون عدد خلصنا تضم تكون على فكرة في كل الافكار عايزين ناخد افكار السلينديركل الفكرة اللي كنت قلتها وكانت كان دكتور محمد حسين داخل المحاضرة فانت روحت المحاضرة فتعا كده نفتكر ها مع بعض كان عندي حتة ارض وبيقول ان الكولم برميت ان سوليد لاين قولي على سوليد لاين ده ممكن حط عمدان انما الدوت ده مش هنف سرعة بالسلينديركل السلينديركل يعباره عن شكل سليندر ويترصع الاتجاه الطويل يعني هتبقى عاملة كده والجوه بقى فاعد الوقت بيقول ان الكولم اللاود على الصوليد لاين حاجة زي دي انا محتاج عمدان في الاول هنا تبدايتها وفي نهايتها بس للأسف بقى ان فيه سقف هنا برضو كابولي خمسة متر فالسلينديركل ده هحط لها عمدان هنا بدايفرام على الخط ده اللي هو اللي ينف هحط على العمدان وهحط لها عمدان هنا بدايفرام على الخط اللي ورده وشيل السلينديركل على الدايفرام ده والدايفرام ده. وهطلع منها حتة كابول البر. تغطي الخمسة متر دي. فيبقى كشكل في البلان عامل كده. اللي بلازر ده ده دايفرامات وعمدان متشال عليها دايفرامات. والخطوط ده هي الكامرة بتاعة الايه? السيلنديركا. لانها ايه السيلنديركا الويس بيم. فالخطين دول الكامرة. اللي بتاع السيلنديركا الواحدة من دول سيمبل بيكانت ليفر لانها عاملة كده. ومنتد الجوهة بقى. متشالة من ناحية عالديفرام ده. ومن ناحية عالديفرام ده. فتبقى سيمبل بيكانت ليفر. طب اقسم كام شكل. طبعا الاشكال دي انديكيشن بس. انما انت لو حسبتها هتقسم بخمسة وتلاتين. على الخمسة يديك سبع بكات. يعني البيد هي اخدها بخمسة. او اخدها بسبعة. اي حاجة براحة. اخدها بسبعة. فهي محتاج خمس اشكال. يعني فيه شكل لنقط كمان. فيه نقط. عشان تكمل الخمسة وتلاتين. طب عايزين بقى نحسب او نصمم السيلنديريكال دي. احنا اتفاقنا السيلنديريكال دي كاستاتيكال سيستم سيمبل بيكانت ليفر. عايزين نصممها اول خطوة حساب الكونكريت دايمنشن. ودي زي المسألة اللي فاتت في نفس البيدي ايف دي. لان الطول بتاع السيلنديريكال 21 متر. وهي دايما بتعامل مع الطول من الديفرام للديفرام. يعني الارتفاع اللي اسمه اتش بيساوي اللسبان على العشرة. واللسبان ده هو الطول من الديفرام للديفرام. مليش ضعب كانت ليبر. ف21 على العشرة يديك اثنين واحد من عشرة متر. الخطوة التانية حساب الاحمال لان ده نفس الارتفاع بتاع المسألة اللي فاتت. فالمسألة اللي فاتت كنا حسابنا فيها الاحمال. فالاحمال نفس المثال الصابت بالزبط. بتاع السيلنديريكال. الخطوة التالتة. ودي جديدة. لو ساعدتك فاكر. المثال بتاع السيلنديريكال الاخير كان بتاع السيلنديريكال سيمبل. يعني مش عادة في الاول وديفرام في الاخر. المراضي متشال على الديفرام هنا. والديفرام هنا وفيها حتة كابولي. فهي سيمبل بكانت ليبر. واحد وعشرين وخمسة متر. وعليها حمل موزع. قيمة الحمل ده. اللي انت حسبته من الخطوة رقم اثنين. كنا مطلعينه تقريبا بتاع غمسة وتلاتين سبعة وتلاتين من مية. لو رسمت العزم. فأتلاقي ان العزم على شكل زي ده. سالب هنا. وموجب هنا ويفضل سالب كده. سيمبل بكانت ليبر. باخد العزم الموجة بصممه. واخد العزم السالب بصممه. وطلع لده حديد ولده حديد. بصممه زي تصميم الديفرام بالظبط. زي تصميم السيلندريكا اللي خدناها قبل كده. وتمشي بقية الخطوات لحد ما تصل لخطوة رقم تسعة اللي هي الريمفورس من ديتيل. تعمل بقى تشيك باكلين. وتعمل تشيك شير. وتعمل ازل تزاين تشير وتزاين فليكشور وكل حاج. دي فكرة بس بسيطة. كنا في اللي تشيك باكلين. لو دي السيلندريكا لوي سبيم. فانا في اللي تشيك باكلين كنت مجيب لك النيوتر الاكس هنا في النص. واقول لك المسافة. المسافة من نيوتر الاكس ده. لحد الحتة المضغوطة. او اسف لحد الحتة المشدودة. بسميها الوال. هنا كده كنت بجيب الحتة دي. كنت بتخش معاه في المعادلة اصلا. خد بالك بقى انت اللي عادت سيكشان ايه. سيكشان بالموجب وسيكشان بالسال. بشكات المضغوطة يا بشمان ديس. المضغوطة معلش اسف. العكس. الحتة دي. تمام. اخد بالك بقى انت انت كده كم. اتنين مومنت. مومنت فعلا عامل كده اللي هو واحد. فده هتعمله الشيك باكلينج عاد. زي اللي فات. الجديد بقى المومنت رقم اتنين ده. المومنت هيكت كده. اعمل كده. بيشد فوق ويدغط تحت. فاتلاقي لو انت بتصمم المومنت رقم اتنين وبتعمله الشيك باكلينج. المسافة اللي بتاخدها هي المسافة التانية بس. ده الاختلاف. فلو عندك عزم سالب. في اللي تشيك باكلينج خد بالك ان المسافات بتكتلب. لا مسافة مضغوطة. كل ديوتهم في لابس يكون في المسال التاني. ايه؟ هيا اخوي برضو كل ديوتهم تحت وانا بقى جيبه. هيا اخوي برضو كل ديوتهم تحت وكل حاجة تحت عادي. عادي اه بس في الاخر جيبي المسافة دي. عادي كل ديوتهم عادي تحت وجيب كل حاجة وفي الاخر وانت بتعوض هتعوض بالمسافة دي. المضهول. تمام? فانت هتحسبها عادي ما انت لو جبت المسابة اللي فوقها هي ايه اللي تزاحتها هتبقى الاف كلها ناقص دي. او الاتش كلها اسف ناقص دي. فانت لو جبت دي هتعرف تجيب دي بسهولة يعني. تمام? طيب عايزين نرسم الريمفورس من ديتيلز? فانا هاخد باكية واحدة وارسمها. طيب عا بارسم الباكية. وبرسم معها كمان فاكر المستطيات دي. عشان اخلي المسافات مية واربعي. او اخلي المسافات دي سمكة مية واربعي. وبكتب بقى السمك. السمك جوه مية. والسمك برا مية على مية واربعي. لو ات عايز تكتبه يعني. اللي عايز اصرحه في الريمفورس من ديتيلز? ان ساعتها كما كنا بنسلح السيلندريكال دي. كنا بنقول. ان المومنت في البيم اكشن او الحديد في البيم اكشن. بيتحط موازي للقاميرات. ليه بقى? لان الحديد بتاع البيم اكشن. بشكل اساسي محتوط جواه الكاميرات. طب تعاني فهم الكلام ده بالراحة. وهل دايما لو المومنت موجب او سالب. ان حديدك دايما هيبقى جواه الكاميرات فعلا? او جنب الكاميرات تعاني نشوف كده. السيكشن رقم واحد. ده شكل السيلندريكال بتاعتنا. المومنت بتاع رقم واحد بيشد تحت ويضغط فوق. والحديد دايما بيتحطي ناحية الشد. ففعلا في السيكشن رقم واحد اللي الشد فيه تحت ويضغط فوق. الحديد هيتحط في القطاع ده من تحت يعني هيتحط في الكاميرات. فقدت بقولك ان الحديد لو العزم بتاعك موجب بيتحط موازي للقاميرات. ده بتاع البيم اكشن. او? كما دي بكم الدزاين بقى زي ما تطلع معاك. وده مش جديد. المثال اللي فات كان سيمبل فكل العزم موجب. فكان الحديد محطوط جنب الكاميرات كده. الجديد بقى. السيكشن رقم اتنين. السيكشن رقم اتنين. لو ده شكل السيلندريكال فالعزم بتاعك بيشد فوق ويضغط تحت. يعني ساعتك عايز تحط الحديد هنا ناحية فوق. ناحية تحت. طب هل في فوق كاميرات اصلا? لأ. ومال في فوق ايه? سيلندريكال. فالحديد الرئيسي. لو العزم سالب هيتحط هنا. هيتحط فوق. يبقى في حالة العزم السالب. بحط الحديد في السيلندريكال سيلزة نفسها مش في الكاميرات. طب الشكل اللي قدام ساعتك ده. كاستاتيكال سيستم هو سيمبل بكنتليفر عامل كده. هنا ركيزة وهنا ركيزة. العزم هنا موجب. بداية من هنا العزم قلب سالم. العزم الموجب حديده بيتحط في الكاميرات عادة. طب العزم السالم. العزم السالم حديده تحط في السيلندريكال. يعني مش هينفع عشوب الحديد ده هنا. ثم الحديد حط فين? في النص بالزبط. دي السيلندريكال ايه? عاملة كده قبة كده. فالحيان هتحط في القبة دي من فوق. فشكل الحديد في العزم السالب بيبقى عامل كده مش موازي للكاميرات. أنا كنت حطه موازي للكاميرات دايما عشان كان العزم موجب بيشد بتاحت ويضغط فوق. لو العزم ألف سالب. فيبقى الحديد الرئيسي لازم يتحط في قلب القبة. في قلب السيلندريكال. فيتحط في النص كده. ودي حتة جديدة ما قلناش عبل كده. اي عزم سالب الحديد يحط في النص كده. ما تحطش جنب الكاميرات. التانية دي افقية مش مهند الصح. الجزء المتني ده. الجزء المتني ده افقية ولا ايه بالظهر. افقية ازاي. يعني ده. لا نزل برجلة في اخر الديفرام. او في اخر السيلنديركالقاس. نزل برجلة صغيرة يعني. دي رجلة صغيرة خالصة. يجيبش رجلة رأسية اكيد. حتى لو رأسية يعني عشرة سنتر. حاجة كده صغيرة خالصة. اه يعني ممكن تبقى برضك نفس السمك يعني. نزل برجلة يعني. طيب كده يا باشمهندس. انا رسمت الشكل بتاع التسليح بتاع البيم اكشن. ده قتل بقى شوية التسليحات. ساعات لك ممكن ما تكونش فاكرة. احنا كده بنسلح كمان الكنات. بتبقى دايما جنب الديفرام. وبنسلح الشبكة. اللي هي خمسة فاية عشرة. دي بتاعة الارسو اكشن. وبنسلح بتاعة اللي هو الحديد من اقض ده. وبعدها التسليح بتاع السيلنديركال كل اللي جديد فيه. ان لو عندك عزم سالب بيبقى فيه حديد في النص هنا. مش جنب الكاميرات. وتبقى لك من الحتة دي. ده ايزر في البلان بسة. ايزر في البلان بسة او. اللي احنا عطيين في النص وخلاص ما مشاهد. احنا رسمين في النص. هو الحديد بتاع الجديد ده. هيبقى موجود في الجزء اللي هو في النص ده. اللي هو عندي في النص. ده مفروب موجود في النص هنا وهنا. وانا مش اريد حالة حديد تعالي واساسة. مفروب موجود فعلا. لان فيه هنا حديد علو في النص. بس خالي فيه في الاول وفي الاخر مش هتلاقي فيه. يعني فروض ده يتراحل كده يمين وشمال شوية. ويبقى في النحيتين بقى يبقى في الباكية الفنص والباكية الطرفين. اه. تمام. فتا شجيل ده خاله. ما تخلوش موجود. الحديد اللي هو منقط ده. تمام جده. نسفوله عالجامبينيا. اه بالزبط. تمام. حد عنده مش كيف ده يا جماعة? بتقوله عالجامبينيا مش ماندس عشان مش هيكون موجود. عشان حديد السلب ده في العلوي. ثانيا كده. هو ده سيمبل بيكانت ليفار كده. فيهن عزم سالب. وعزم موجب. العزم الموجب حطناه حديده. عزم السالب هيتحط كله في النص. لا هي مش هي موجود خالص السلم. ولا علجناها بحط. شيله خالص. تمام. شيله موجود خالص لان الحديد السالب ده يبدأ المستمر عطول. سمام جد. بعد ازنا كان ده هنعمش المفروض هتشك ان الحديد بتاع ده يشيل العزم التسديد برضو. اكيد هتشيله يعني. يعني اكيد هتشيله. وفي الاجر كله بيطلع من مم يعني. انا اعتقد انه ممكن يكون زيادة. المفروض تعمل التسديد. لو عملت التسديد وتلع عنص ايه يبقى انت هتحط حديد اضافي اللي هو ده المنقط ده. تمام. تمام. وكده يبقى ده الفرق ما بين السيمبل والسيمبل بكانت ليبر او كنتين واس حتى هيبقى نفس الفكر بالزبط. طيب تعال اخد المثال اللي بعده. حد مش فاهم ده? المثال اللي بعده. مطلوب انك تعمل كبر. يعني مش مسموحة. ومديجي الشكل لحرف L زي ده. الصعوبة ده الشكل ده في اللي اوت. انت هتشوف كمان شوية. ان بعد اللي اوت هتلاقي ان الموضوع سهل خالص في الدزاين. انا عايز اعمل لي اوت لده. بص في اعمل ايه. باعتبر ان حتة الارض ده ايه. اللي هي تلاتين في عشرين. لكنها حتة ارض لوحدها. مستطيلة. وبرس السيلنديركل في الاتجاه الطويل. ويبقى سبانه عشرين متر. ونفس الكلام في الحتة اللي تحت دي. بقسمها يعني. حتة مستطيل تلاتين في عشرين. وحتة مستطيل تاني تلاتين في عشرين. والسيلنديركل هنا هترص في التلاتين كده. واسبانه الجو. عاملة كده. وفي الاول هنا ده يفرام. وفي الاخر هنا ده يفرام. فانت في الخط اللي في الاول وفي الاخر محتاج عمدان. ونفس الكلام هنا. هرص السيلنديركل على الاتجاه الطويل. اللي هو الاتجاه التلاتين. وتمتد الجو. المسافة دي عشرين متر. وبيتشال من ناحية ده على ده يفرام. ومن ناحية ده على ده يفرام. يبقى محتاجة على الخط ده. وعلى الخط ده عمدان. طب والحتة اللي في النص دي تبقى دلوقتي. تبصت هعمل ايه؟ يبقى احط هنا. خط عمدان بداي فرام. وهنا خط عمدان بداي فرام. وارسم شكل الكاميرات بتاع السيلنديركل. بتاع اسقاط الكاميرات. طب ناحية فوق. تبقى سلنديركل تبقى. قام تبقى يفرام وأرسم شكل الكاميرات بتاع السيلنديركل. هذه السيلنديركل تلك هي كستاتيكال سيستم سيمبل طول إع 20. ومشارتها أيضا كستاتيكال سيستم سيمبل طول ع عشري. وهو الحتة اللي في النص. بنغطيها بسيلنديركل شل على الماي. تبقى أعمله كده. هنا عمدان وهنا عمدان وهنا سلنديركل شل على الماي كده. هتجدني فويلت عمود وجبت عمود عشان المسابة دي تبقى صغيرة ما يخشوش في بعض استعاد بنصب الخرصات دي كلها مع بعض أصلي فيبقى باشواندس الحتة المربعة اللي ما بين سلطين صالة السلنتير كالشل ماشية كده كاستاتيكال سيستم عشرين والصالة التانية السلنتير كالشل ماشية كده كاستاتيكال سيستم عشرين سيمبل الحتة اللي ما بينهم بيبقى سلنتير كالشل عالمي ماشي معندس صدا هو العمود ده كده مش هيبقى مظلوم شوية بكل ده بيتعمل حرف إيه اللي هو على بعض بس مظلوم قوي ده شايل كام 1 2 3 4 إيه الحل ما يشيل يا سلم ما يشيل ما أنت بصميمه على أنه لا إيه الحل إنت عادل حل تاني نصبر أبعاد ونصممه وخلاص بس مش حل تاني تمام والسلنتير كالشل ده يتشالكد عالمي طبعا في الامتحان أنت مش مطالب تصامم ده اللي هو عالمي ده ترسل شكله بس لأن ده لي نظريات تانية أصلا غير السلنتير كالعالية فأنت في الامتحان عليك تصمم ده أو ده لأن ده أو ده لتنين سيمبل بعشرين متر فأنت المسألة الرخمة هي تحولت في الآخر السلنتير كالشل السلنتير كالسيستم سيمبل طوله عشرين متر فعليه أحمال هاتب له بقى البي عشرين على عشرة أو عشرين على اثنين تهازة أسف يطلع من عشرة من ستة سبعة وستين ده البي و اله يزبان على عشرة وتكمل المسألة عادة فأنت الموضوع بتاعك بسيط في الحال ذات نفسه سهل سيمبل المشكلة بس في الرسمة انك تتعرف ان هنا السلنتير كالشل اللي ده على الماء هترسمها بس وما تصممش اي حاجة فيها مش عليك أصلا حتى عنده مشكلة يبدأ يا جماعة نعم هنصمم الكبير وخلاص وانا هنعمل ايه انت قصدك لو ده عشرين وده حاجة تانية اوه لو اللي هي مثلا على قفك ده عشرين والعراسي ده مثلا تلاتين مفروض صمم اللي اتنين مش كاف لا يبعش تلاتين على فكرة لان السلنتير كالاخرو خمتة وعشرين مثلا يعني اختلف هاي رقم مش رصد يعني اوه يعني هنصم اللي اتنين مفروض يعني لان ده حاجة تبقى صهلة وده صهلة تانية مش كاية مش كاية يا الوقت في الامتحان هخلص ويصمت كبير بس طيب تعالي اخد المسألة اللي بعد شموندس ومتحان المسألة اللي فقدت بتاع الخراصانة كان سهلة وصعبة صعب طيب فوقات الكورونا النواز بتاع اللي هو تلمتين بتاع الكورونا يعني صعب ليه؟ شو صعب ليه طيب ما انت بسألتني؟ اجاوبة؟ اجاوبة؟ اجاوبة اخي مش كده اخي تصدماش كده كان سهل يا ابني والناس كلها قفل بس خالي باقي اخو اجا صعب بس الناس كلها عدد في حين ان الاسات كان سهلة نسبيا وناس شل الاسات وشلوا فاينايت الم من خلاصات كلها بعددي نهتش دعوة احنا بالفاينايت احساسا المكالم الترمى التاني ماشي خلاصان على عائلة صح؟ لا تكلم عن انت شخص؟ اه لا براحتهم بمهم بمنا 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 باقل نهتش دعوة واحدة احنا خلاق احنا نبوسي الايات دي بس نينكا نكمل نكمل انتوا عندكوا أسات الترمدة صح؟ طيب الناس تشد حلاف الأسات لأنهم بيشهلوا الناس أغلب الناس اللي بتبقى طالعوا بمواد من الرابعة بتبقى أساية بيلا هدف يعني الخرصانة بتقلعش منها وإن شاء الله الناس كلها هتعد إن شاء الله يعني إنما الأسات شد حلافها شوية إن شاء الله يا عندس باش موهندس بيدي أفل إنتك ونت بعته لنا كان أقرأ مسألة ثلاثة ده لا ما أتحكت عليك عملت مسألة ثانية طيب نزل واملنا بقى بيقولك إنترنار كول في عمدان متاحة داخلين عاد أصلاً ده لازم يا متاح داخلين لأنه بيقولك ده 42 متر وده 45 متر فده الاتجارة الطويل أنا موافقك عاد وهرص السلنديركل كده ماشي ما عندش اعتراض وهيمشي كده عاد كل ده زي الفل المشكلة بقى إن لو السلنديركل ماشي كده هيمشي زبانة 42 متر وهو آخر أصلاً في أول سكشن 25 متر فعشان كده بيقولك إن العمدان مسموحة داخلياً عادي فلو جالي منظر زي ده في الامتحان أرض كده اللي اتجاه القصير فيها أصلاً أكبر من 25 فأعمل إيه؟ بكل بساطة إحنا آخرنا في السلنديركل 25 متر فهقسم الأرض اللي 42 متر دول لطولين طول 21 وطول 21 وهعمل هنا عمدان بدايفرام وهنا عمدان بدايفرام وهنا عمدان بدايفرام وهنا عمدان بدايفرام أو والسلنديركل بقى تمشي كده تمشي كده ويبقى الستاتيكال سيستم بتاع السلنديركل ده طابل إزبان إزبان الثاني أو الثاني إزبان لو عايزين نرسم الشكل ده كتسليح فقادي هاخد جزء بس منه هيبقى عامل كده بدايفرام بالعمدان وبعد كده فاكيا من مثلا السلنديركل بعرض سبعة متر مثلا يبقى دي باكيا من السلنديركل باكيا واحدا باكيا عاملة كده والعرض ده سبعة متر فانا خدت الباكيا دي ورا سمتالك هنا بقى ده ده ايفرام وده ده ايفرام وده ده ايفرام ليه عملت ده ايفرام في النص لأن الطول أكبر من خمسة وعشرين متر كاستاتيكال سيستم هي دابل اسبان وهنروح يا شوهندس نرسم الخطوط بتاعة السمكات اللي هي مية لمية واربعين وتكتب بقى تكتب دي بمية في الامتحان ودي من مية لمية واربعين وهكذا ويبقى ده باكيا بشوهندس كنتينوس دابل اسبان والعزوم عندي عاملة كده قيم العزوم ده جيبها منين؟ من الكود المصري زي البلاطات ده بيقول اسكورة على الثمانية فوق وده بيقول اسكورة على العصرة في الموجب مشكلتي مشكلة بالعزوم مشكلتي في رسم التسليح اي قطاع عنده العزم موجب اي قطاع عنده العزم موجب برسم التسليح جنب الكاميرات فبص هنا في موجب وهنا في موجب فالتسليح هنا يبقى جنب الكاميرات سيخ مستمر من الاول للاخر واسياخ مقطع انديكيشن بس انما هو في الموقع بيعمل كل اسياخ مستمرة لحد طول 12 متر ويبدأ يوصل وبيوصل في الحاجة اللي فيها زيرو مومنت هنا وهنا ده الحالي الموجب طب ناس حالي السالب ايه؟ ايه؟ كابلر نتجر اسمها تمام ما عديني؟ العزم السالب اللي هنا؟ كابلر ايه؟ يعمل كابلر كابلر العزم السالب اللي هنا محتاج حديد هنا دايماً أي عزم سالب حديده في نص البحر مش جانب الكاميرات ففيه حديد هنا كده كمته كام؟ إلا على الثلاثة ثلث البحر وتكمل بقى الرسم عادي هو الكنات وحديد الديفرام اللي هو بتاع الريجيلي دي وخدت بالك الديفرام اللي في النص محضط لهش حديد لأن الحديد ده موافي خلاص يبقى الثاني كان غالطة فقط وكده يا باشواندس سلحت بقى التسليح العادي خالص بتاعي كل الفكرة بس في التسليح أن العزم السالب محتاج هنا حديد في نص البحر ايه بقى هتنساه صعب ده شباب؟ هو وقتي للرسمة ده يا باشواندس الرسمة بس هو وقتي الرسمة دي خمس دايق عصر دايق صعب على فكرة صعبة بس طويلة ورخمة يا ابني الكنات دي بإيدك تمام؟ ايه بقى اللي صعب فيها؟ هم كانتين اتنين ايه وكان واحدة يا عمد كمان يعني مش رسم من تسطرة ومن قاله وكلام دوت لا طاق من قالت يا حبيب قالت يا باب نزع ساني الميل والكلام بتاعات الكنات دي يا ابني مين اللي بتكلمت؟ احجازي شكله اوه احجازي انت مستك من قاله وانت في رابعة هنزوده نص ساعة عشان اضبت الرسمة يعني انت بتكلمه انا اضبت الرسمة في دي لا اضبت الرسمة بس انك ترسم الخطوط دي بمسطرة على الاقل تمام طب تعالي اخب بقى اخر مسال المسال رقب خمسة ارض ستين في ستية وقال لك برضو الكولام اربر متر يعني مسموح برضو السلندير جهتشل لحد خمسة وعشرين متر طب ارض زي دي اقسمها ازاي بص كده هي ستين في ستية فانا محتاج في الارض دي اعمل حاجة اسمها فواصل تمدد يعني ايه اركز معها انا كنت ممكن هنا اقسم نصين كده برضو ويبقى المسافة دي تلاتين والمسافة دي تلاتين والمسافة دي تلاتين ودي ستين لو ازل بعجل حتى الافين ماشي او ممكن تعمل صفين عمدان حيث ان كل ما سابة عشرين ماشي برضو المشكلة بقى ان السلنديركل هيترس كده ببعض على الستين قال لك السلنديركل ده لازم اخروا انه يتطلب بعض وكده خمسة واربعين متر عشان تلازم تعمل بعد خمسة واربعين متر فاصل تمدد يبقى انت لو التون الطويل اكبر من خمسة واربعين متر ساعدتك محتاج تعمل فاصل تمدد فمسألة زي دي هعمل ايه هقسمها كده نص مليا مادي ونص كم مليا مادي بحيث ان الخطوط دي تعتبر تواصل تمدد فالباكية ده ايه بقت تلاتين في تلاتين خدها بقى وعيش معها زي المسألة اللي فات تلاتين في تلاتين قسمتها تاني كمان خمسة تجر وخمسة تجر عاد كنت عايز تقسم دي عشرينات ماشي يعني ممكن تقسم دي عشرين 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 ويبقى كل عشرين طلعة تلاتين يعني ممكن اعمل كده بالشكل ده كده ارسمه جنبك واقسمها ادي عشرين متر وادي عشرين متر وادي عشرين متر وفي النص هنا كده اعمل قط كمان اللي هو فاصل التمدد يبقى ده كده فاصل تمد عشان اللي زادة عن خمسة واربعين متر البكة ده هيبقى ابعدها عشرين في تلاتين وامسك العشرين في تلاتين ده حلها عادي انت ممكن تعملها كده او ممكن تعملها كده كلها خمس سرات في تلاتين براحت اهم حاجة ان الطول بتاعك بتاع اللزبان ما يزيدش عن خمسة وعشرين متر يبقى القط ده باش فاصل تمدد بيتعمل لو اكبر من خمسة واربعين متر فاصل التمدد معناه ايه ان الشكل ده هيتكرر الشكل التاني جنبه ما بينهم اتنين سنتر فاصل تمدد وبيتملع فوق حد عنده مش كيف ده يا جماعة حد مش فهم ده يا رجالة نعم يا عنده صلى الله ينور كم لا خلاص كده يا شكر تمام كده يا جماعة الحمد لله خلصنا ساكاشن ده ما تقولش كده لسه باي خزانات وبلو سور انت خلصت ساكاشن احنا مخلصناش الحمد لله خلصت ساكاشن يا لسه ان شاء الله فيديوهات ايه فيديوهات ايه فيديوهات هرزعكم ان شاء الله فيديو بكرة كده مراجعة 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 على ايه بالزر مراجعة على تصميم ام و ان و ام و ت وكلام الفاضي ده هم يكون والدكاترا يعملوا الموضوعات معانا ولا لا انت بقول الدكاترا ويفت لحد السويمين جيبوه لهو كويس انت